السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعلم كيف يمكننا تحميل غلاف على قناتنا في يوتيوب والغلاف أو البنر هو المساحة المتواجدة في أعلى قناتنا ومن خلالها يمكننا إخبار زائري القناة عن المحتوى الذي نقدمه ومواعيد رفع الفيديوهات لإضافة الغلاف أولا سندخل إلى قناتنا على يوتيوب من خلال الضغط على الصورة المصغرة للقناة في أعلى يمين الصفحة ثم اختيار Your Channel ثم سنختار Customize Channel وبشكل تلقائي سننتقل إلى داخل استوديو منشئي المحتوى على يوتيوب سنذهب مباشرة إلى Branding ثم Paner Image أي الغلاف وهنا ينصحنا اليوتيوب باستخدام صورة بقياس 2048 بيكسل في 1152 بيكسل على الأقل وبحجم لا يزيد عن 6 ميجا بايت حتى يظهر الغلاف بشكل مناسب على شاشات الأجهزة المختلفة دعونا نوضح هذه النقطة أكثر في حال أردت عرض غلاف اليوتيوب الخاص بك على شاشة التلفاز يجب أن يكون بهذا القياس أما هذا القياس فيناسب شاشة الحاسوب وهذا القياس يناسب شاشة الآيباد والأجهزة اللوحية أما الهاتف فيناسبه هذا القياس والذي يسمى بالمساحة الآمنة التي يفضل أن نضع بها كل النقاط المهمة حتى تظهر لكل متابعينا على جميع الأجهزة كما يمكن لشركاء وطن تحميل هذا النموذج والاستفادة منه لتصنيم الغلاف بالشكل الأمثل من خلال الرابط والذي ستجدونه أيضا في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو بإمكانكم التحميل بامتداد PNG أو PSD للتعديل عليه كما تشاءون وبالعودة إلى استوديو منشئي المحتوى على يوتيوب لتحميل الغلاف سندغط أبلود ثم نختار صورة الغلاف التي نريدها وهنا يمكننا معاينة شكل ظهور الغلاف على مختلف الأجهزة سندغط Done ثم Publish لحفظ التغيير ثم نضغط على Go to Channel للعودة إلى قناتنا على يوتيوب وسنجد أن الغلاف ظهر بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر